تصعيد عسكري أمريكي فتح باب التوتر للعلاقة بين بغداد وواشنطن بعد شن الولايات المتحدة غارات عسكرية بطائرات مسيرة استهدفت أبرز قادة فصائل المقاومة في وسط بغداد دفع هذا الحكومة العراقية بتجديد مطالبها إخراج القوات الأمريكية مرة أخرى واحترام سيادة البلاد النزاعات العسكرية مبنية على وجود القوات الأجنبية المرفوض تشريعيا وجماهيريا وبالتالي تباين الموقف السياسي للسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وحتى الفصائل المسلحة مبنية على موقف سياسي يجب أن يحترم من الولايات المتحدة الأمريكية حتى لا يكون هناك عملية تبادل وتراشق بالحرب العسكرية والاحتداءات العسكرية هذا يؤثر إجمالا على المناخ السياسي ويؤثر على عملية الإدارة السياسية للدولة العراقية نيابيا تحرك على مستوى مجلس النواب لجمع تواقع تخص خراج القوات الأمريكية بعد أصدار قرارا نيابيا سابقا لم تعرف مدى قوة تطبيقه على الواقع في ظل الهجمات الأخيرة الولايات المتحدة من جانبها تحدثت بشكل واضح على إيقاف عملياتها بإشرط عدم استهداف قواعدها العسكرية المنتشرة في العراق مرة أخرى بأي هجمات جديدة هذا قرار برلماني سابق يطالب الحكومة العراقية بأن تعمل على إخراج القوات التحالف في العراق وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ولكن هذا القرار لا يبلز من الحكومة العراقية أبل التنفيذ الآن البرلماني يتحرك من الجن يضغط على الحكومة العراقية أكثر ويحول ذلك القرار إلى قانون وإذا تم تصريط على مثل هذا القانون ستكون الحكومة العراقية ألزمة بالتنفيذ لدينا تجربة مريرة يا جماعة دعونا نعوف هذه الأعمال العسكرية ندعو لإخراج القوات الأمريكية لكن بالطرق السلمية داخل مجلس النواب ليش هو مجلس النواب؟ مش شرع قانون لإخراج القوات الأمنية مصداقيتهم أمام الشعب العراقي أنا دعونا في مجلس النواب اليوم يشرع قانون وكلها الصوت والصف وقبل هلاهل وخرج وينهم؟ وين؟ مدى نشوف شي لا نحن نطالب أيضا مجلس النواب بتحديد موقفه وعقد جلسة طارئة وقد تكون إجراءات حقيقية الموقف المتوتر بين بغداد وواشنطن زاد من القلق العراقي من تكرار الهجمات ولد هذا ردود فعل عراقية للفصائل العراقية بعد أصدارها بيان طالبت فيها التحشيد العسكري لإخراج القوات الأمريكية من البلاد في موقف قد يضع الحكومة في حرج بعد اتخاذها مواقف سياسية على الصعيد الدولي لقناة تجل الفضائية كرار جبار بغداد اشتركوا في القناة